مجاهد يقول في حديث أظنى بن عباس قال في هذا وليس في الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من عاد مريضا فقال فدعا له فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات يقول هل من الضروري أن يسمع المريض هذا الدعاء مجاهد بارك الله فيك نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث عند عيادة المريض أن ندعو له بهذا الدعاء لأن من دعى للمريض بهذا الدعاء سبع مرات شفاه الله عز وجل إن عاجلا أم آجلا إن عاجلا أم آجلا لأن هذا وعد من الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهي أن تقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات وهذا لا يلزم أن يكون بصوت مرتفع لكن ما يمنع أن يكون بصوت مرتفع ولذلك ليس هو شرطا لكن الأفضل أن تسمع المريض لأن هذا يدخل الفرح على قلبه والسرور على نفسه وأيضا تذكره بالدعاء أنت فيدعو لنفسه هو لأن غالب المرضى ينسون أنفسهم عن ذكر الله وعن الدعاء فلذلك الأصل أنك تجهر بهذا تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وتقرأ عليه تضع يدك على رأسه مثلا وتقرأ عليه من الآيات القرآنية ومن الأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر